بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه قراءة للجزء السابع من كتاب زمن المحلات السلطانية لكاتبه لويس أرنو الرسوني أحد ملوك الجبال فلنرجع شيئا ما إلى الوراء لنعرف ماذا يجري في هذه الأثناء داخل المخزن وخارجه فبينما ظل بوحمارة مستريحا بتازة بعد رجوع المحلة إلى أطاب عبان واحتلال الأفواج الشريفة لوجده رجع المخزن إلى فاس مستعدا لمزيد من المشاكل المرتقبة سنة 1904 كان أولها وأخطرها نقص الموارد النقدية لأن مصاريف القصر استمرت في تصاعدها بالإضافة إلى مصاريف مواجهة بوحمارة ناهيك عن تكاليف المؤن والبنادق التي ترسل بالآلاف إلى وجده والصيانة وترميم صفوف الأفواج العسكرية ولكي يقوي السلطان مداخل خزينته فقد قرر فرض ضريبة جديدة تسمى الترتيب وكانت قد قررت قبل غشت سنبر 1901 لكنها لم تستخلص بعد والضرائب كما تعلم قد حدد القرآن مقدارها ولا أدري لماذا يراد أن يغير النظام الذي سار عليه أجدادنا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه الضرائب آخرا لتعوض الزكاة والعشور وبأمر من المخزن فرضت رسوم استوحاها السلطان من الإنجليز على الجميع وعلى كل شيء الأغنام والحمير والخيول والبغال والجمال والزياتين والثمور وكل الأشجار المثمرة وغير المثمرة والأراضي والأحجار حيث كانت تدفع عنها مبالغ مقدما ولم يستتن سوى هواء التنفس وماء الشرب ولم يفكر في الدجاج والبيض أيضا وقد تساوى في الأداء الغني الذي يملك قطعان الجمال والفقير الذي لا يملك سوى حمار وبعض الخرفان كما تساوى فيها أيضا الباشاوات والشرفاء والأولياء وذوي البركات وغيرهم لقد خضع لها وأداها الجميع لكن في واقع الأمر فإن هؤلاء القواد والشرفاء والأولياء قد ظلوا على مر الزمن معفيين من أداء الضرائب ووجدوا هذا الإجراء والقرار الجديد غير عادل وغير شرعي وملزم فرفض الأقوياء منهم الخضوع وأمروا قبائلهم بالتمرد ضد ضريبة الترتيب وحمل السلاح إذا اقتضى الأمر على العهدة مما جعل العدول والأمناء المكلفين بالاستخلاص يتراجعون عن مطالبتهم بالآداء وقد كان هذا الإجراء مظهرا آخر من مظاهر ضعف السلطة وعدم التحكم في الأمور فتوالت الإذطرابات والتمردات من كل القبائل وكان أول أعداء المخزن في هذه الفترة القواد الذين عينهم لأنهم لم يعودوا يتقاضون رواتبهم وكان من عادتهم حينما يعطون مستحقات الترتيب إلى المخزن يأخذون دور وان أي دور لكل فرد فنبض بالتالي مصدر ثروتهم ولم يعد يحصل الشيخ التازي وزير المالية على أي شيء من القبائل ولم يعد يرى من حل سوى الاقتراض من الأجانب فاقترض المخزن من هذه السنة أيضا مبالغ هامة من النقود أي الملايين من فرنسا واستدعى ماكلان الذي كان قد بقي في طنجة منذ الأيام العصيبة التي مر منها صديقه النبهي إلى فاس وعادت له حيويته كما كان من قبل وكان الناس كلهم متدمرون فالوزراء لا زالوا هم نفس الوجوه سفة ضول غرنيط والسي عبد الكريم بن سليمان والسي عبد السلام التازي وزير المالية في يوليوز 1904 والسي محمد القباس لا يقومون بأي شيء أو بالأحرى لا يستطيعون القيام بأي شيء من أجل أن يرجع هذا الشعب إلى قبضة السلطان الذي استمر في الإنغماس في ملذاته وكان لابد من مولاي حسن جديد في العرش لكن ابنه لا يشبهه فلا فائدة من الكلام فالمقدر مقدر ولا هروب منه واستمر بوحمارة في تهييج وشحد كل راغب في المغامرة والعسيان والتمرد خاصة أنهم كانوا يقولون المخزن ضعيف جدا كطفل صغير فلابد من مدافع ثم إن بوحمارة لا زال يفرض قانونه وسلطته في تازة فلما لا نفعل مثله فتحركت القبائل في تمرد تحت قيادة بعض الفوضويين الراغبين في تكوين ثرواتهم مستغلين هذه التمردات والأدطرابات فكانت القصبات تسقط في أيديهم هنا وهناك والمزارع تجداح وكان القواد الذين حدثتك عنهم يرجعون إلى أراضيهم بعد أن فروا من البرانس والتسون ليجدوها قد اجداحتها عصابات النهابين واللصوص الذين يتحركون ناهبين بين القصبات عندما علموا بأن حماة وقواة هذه القصبات قد التحقوا بمحلة السلطان فكانوا يعبرون كل من الشاوية ودكال وارحمنة وكل الحوز فأصبحت الأسواق خالية تماما ولم يعد أحد يستطيع أن يؤمن غذاء يومه أو غده وبعد مرور أشهر من دخول السلطان إلى فاس كان مضطرا لبعث محلة إلى الشاوية من ثلاثة آلاف فارس من الودايا وشراردة تحت قيادة عمه عبد المالك الذي أرجع الأمور إلى نصابها في المنطقة وعسكر قرب الدار البيضاء بعين مازي لكن كان يوجد بناحية الفحص ضواحي طنجة والعنجرة رجل أكثر ذكاء وقوة من باقي اللصوص والمتمردين بدأ يثير اهتمام ليس فقط المخزن بل المسيحيين أيضا ويسمى مولاي أحمد الرسوني أي من ريسانة بترقيق الراء أو تفخيمها وهي قبيلة صغيرة من بداوة بين طنجة والقصر الكبير فقد كان هذا الرسوني أو الرسولي كما يحلو لك ولا زال حيا ورغم كبر سنه لا زال يقلق الإسبان متعلما شريفا من زاوية تازروت ازداد بزينات عند بني عروس وكان أخواله من بني مساور فهو رجل جبلي فعلا قوي وعنيف وصارم في مقاومته إنه فعلا جبلي حقيقي لم يستطع المخزن إخضاعه قط فقد كان يرغب منذ صغره في المعارضة وحكم الآخرين وتجميع كل جبال حوله وبما أنه كان فقيرا فإنه كان يحصل على النقود من هجوماته وإغارته على كل من يمر عبر الطريق الواقعة تحت نفوذه أي القوافل الذاهبة إلى طنجة أو القطعان المتجهة نحو القصر الكبير فتنامت قوته بهذه المنطقة مما جعل مولاي الحسن يبعث ضده بعدة حملات وكان دائما ما يرده إلى الصواب وأعتقد أن أبو أحمد كان منتبها إليه ومحتاطا منه كثيرا خاصة أنه يظل دائما طليقا حرا يتمرد كل مرة رأى فيها أن المحلة لم تعد تهدده لكن في أحد الأيام رأى السلطان أن قاطع طريق هذا قد أصبحت قوته مهددة للعرش وخطيرة فقمد عليه صدفة في سوق طنجة واقتاده إلى سجن جزيرة الصويرة حيث يسجن معارض الدولة وفي الوقت الذي كانت فيه كل أنظار المغرب متجهة نحو بوحمارة أصبح الرسون حرا طليقا بعد أن أدى دون شك الغرامة وخلع عنه قيود السجن ورجع نحو الفحص ليستأنف تحركاته ونشاطه من جديد فكان من أتباعه حوالي مئة رجل من العنجرة مكونين حرسه الخاص طويلي ألقامة أقوياء أصلاب حذرين متيقذين شديد وسريع رد الفعل يستجيبون بكل طواعية ودون مناقشة لأوامره يرتدون جلابيب السود داكنة مسلحين بطريقة جيدة كما كان له عدة جواسيس في كل مكان تقريبا يحملون إليه أخبار العائلات والأسر التي فيها معارضين له أو من يريد أن يكون من معارضيه وبمجرد عودته إلى الجبل التف الأهالي بقوة حول هذا القائد العائد من سجن المخزن والذي يريهم آثار القيود على قدميه وقد كان يراقب كل شيء من موقعه المرتفع بتازروت حيث يعلم وقت وقوع الأحداث أو أن هذه القافلة أو ذلك الشريف أو غريبا ما يتنقل نحو فاس في هذه المهمة يوم كذا ومن أجل كذا بكل دقة فهو متحكم إذن في كل تحركاتهم ويظن أنهم في قبضته فلم يعد المخزن يخفيه وليس من السهل قطع جناحيه كما يقال فهو صلب قوي كالجدار فقد كان يتحرك على جواده بقوة وسرعة حتى إنه لا يعلم أين يوجد هل هو في تزنيت أم في تازروت مقراء قامته المفضلين وكانت لحيته كتة تغطي وجهه ونظراته حادة تجعلك تنجز ما يطلبه منك وبنحناء وكان قائد حرسه هو خليفته ابن مرصور هذا هو الرجل الذي يثير اهتمام المخزن في الغرب والذي يريد أن يلعب دورا أهم من دور بوحمارة ما دام أن الفوضى والضعف هم السائدين بفاس وكانت هناك محلة شريفة بقيادة مولاي عبد السلام الأمراني معسكرة على مشارف طنجة لكنها غير مخيفة وقوية بالشكل الكافي خاصة وقد تأثرت بكثرة فرار الجنود وانتشار النهب والسرقة في صفوفها ورغم ذلك فقد هاجمت الأفواج الشريفة زيناس وأحرقتها في 16 يونيو 1903 وكان قد اعتقل في هذه المواجهة صحفي إنجليزي اسمه والتر هاريس جاء للإطلاع على الأوضاع بالمنطقة وحبسه رجال الرسوني عدة أيام بزينات لأن القبائل كانت حاقدة جدا على نفوذ الإنجليز بالقصر السلطاني وفي الوقت الذي كان فيه القنصل الإنجليزي السيد آرثر نيكلسون والشريف مولاي أحمد الوزاني يتفاوضان لإطلاق صراحه جاء أهالي العنجرة ليختطفوه من الرسوني ويفروا به إلى أعالي الجبل واتفق أخيرا على إطلاق صراح أسرى هذه القبائل في سجن المخزن مقابل هاريس وحده في الرابع عشر من غشت 1903 وفي السنة الموالية علم في فاس أن الرسوني قد اعتقل في مقر سكناه بعيدا عن طنجة مسؤولا أمريكيا يدعى بيردي كاريس وذهب به إلى الجبل وأنه لن يطلق صراحه إلا مقابل فدية كبيرة وقابول عدة شروط من ضمنها استبدال باشا طنجة الذي لا يروقه وإرجاع المحلة التي تعيق تحركاته فتسرب الخوف إلى العديد من الأوروبيين الموجودين بكثرة في طنجة وطلبوا الحماية من قناصلهم خاصة الإنجليز منهم الذين ينظر إليهم نظرة حقد والمتهمين بإفساد الأوضاع وتأثيرهم في اتخاذ القرار بالقصر وذهب الفرنسيون إلى شرفاء وزان المشهورين بحسن وساطتهم في المنازعات لكن الرسوني لم يطلق صراحة بيردي كاريس رغم رسو بارجة أمريكية ست طرادات حاضية آخر شهر مايو 1904 بميناء طنجة فقد كان يريد من المخزن أن يأخذ مقابل ذلك حكم المنطقة الموجودة بين طنجة والعرائش فاستجاب المخزن الخائف لجميع شروط هذا الرجل القوي والتحق بيردي كاريس بطنجة يوم 25 يونيو 1904 وغادرت البارجة الأمريكية ميناء طنجة وفي هذه الظروف ومن أجل تقوية صفوف الشرطة وفوج طنجة أرسل السلطان النقيب فوغنيي والملازم ابن سديرة من أجل تكوين رومات المدفعية لكن لم يرتح الفرنسيون القلقون من مجريات الأوضاع إلا بعد رسو باخرتين حربيتين بالميناء كليبير وغاليلي وقد كان هناك سوق كبير كل يوم خميس وأحد قرب منتقيات طرق المدينة حيث يتشاجر الناس فيما بينهم والبنادق موجودة في كل مكان وكان الأجانب يحتمون بسفنهم ويدافعون بالمدافع لكن المتمردين لم يكونوا موجودين بالمدينة بل في الجبال وقد أظهر المخزن على نرج أكبر لتهديئة هذا الرجل عندما قرر تعيينه باشا على الفحص وجعل إقامته بآصيلة وقد وقع في هذا الوقت الذي قام فيه الإمبراطور الألماني كيوم الثاني بزيارة إلى طنجة حيث استقبله مولاي عبد المالك عم السلطان كما كان ماكلان من ضمن الحضور فقبل الريسوني ذلك وعين أخاه خليفة له في فاتح أبريل 1905 وفي الوقت الذي كان فيه وزراء السلطان يناورون أي يمارسون السياسة يقولون نعم اليوم ولا غدا للإقتراحات الفرنسية من أجل تنظيم جديد لطوابير الشرطة قرر السلطان جمع كل القوى الفرنسية من أجل التقرير في الإصلاح الأحسن مما سيفضي إلى مؤتمر الجزيرة الخضراء بإعاز من الألمان ويبدو أن الرسوني الموالي لمخزن قد استغل هذه الظروف وبدأ في استخلاص الضرائب باسم المخزن بشكل مبالغ فيه ويحتفظ بكل شيء لنفسه ولما نبهه أحد الأشخاص إلى سوء تصرفه هذا وأنه سيؤذي الثمن غاليا أي قطع رأسه أجابه بقوله لا يموت أحد إلا بأجله أما ما تقول عنه فلا تنسى أنه عندما أتفانى في خدمة المخزن فإنني لا أنال أي جزاء فما علي سوى الاستفادة لنفسي فقط فقد بدأوا يعرفون في فاس أنني رجل متمرد عاص إذن يجب أن أبقى كما أنا هو معروف هذا في وقت عجز فيه بوحمارة عن الاستيلاء على وجدة بعد أن غادره حليفاه عبد المالك وبعمامة فاتجه نحو سلوان حيث أمده الرسوني القوي بجنوده وقبائله الوفية قرب تطوان بالمساعدة ولما لا يكون هو أيضا مطالب ناجح بالحكم ثم إنهم سيكونان معا قوة ضد الوجود الأجنبي المتزايد بالمغرب والذي يهدف إلى حكم المغرب بعد أن جر الأمير الصغير مولاي عبد العزيز إلى القيام بتعديلات سيئة فاستغل الرسوني هذه الأوضاع وسخرها ضد السلطان بأن ألب الناس ضد الروميين أي الأجانب ولم تفتأ النتائج أن ظهرت فقد أعلن الشيخ ماء العينين في الجنوب الساكن في الساقية الحمراء الحرب المقدسة ضد الفرنسيين حيث بدأ يجمع الرجال والأسلحة من أجل هذا الغرض واغتال العنجرة أتباع الرسوني فرنسيا على شاطئ طنجة فظهرت وكالعادة فرقاطتان فرنسيتان في ميناء طنجة مما أجبر المخزن ومن جديد على أداء غرامة حماية لباشا مدينته فرجعنا إلى أيام قضية بيرديكاريس وسوع البارود بمجرد الخروج من وسط طنجة وفي الوقت الذي كان فيه بالغازي باشا طنجة قد دخل إلى المدينة لأخذ منصبه كان عليه مواجهة رجال الرسوني معززا بمحلة كبيرة من ثلاثة آلاف رجل معسكرة بعين الدالية على بعد خمسة عشر كيلو متر من طنجة وعلى العموم فإن الإضطرابات والتبردات قد عمت في هذه الفترة كل الجهات وانشرح الشرفاء فرحا بعدما علموا أن مولاي عبد الحفيظ بمراكش قد أعلن معارضته لأخيه وحرض ابن مولاي رشيد في لالة الذين استقدموا وحدات من تودرة وانتخبوا قائدا للحرب المقدسة يسمى سعيد البخاري كما دفع شريف آخر سيد محمد البوعزاوي الموجود بأولاد سعيد الشاوية ودكالة إلى التمرد كما استقبل الشيخ ماء العينين في فاس مع حرصه الرجال الزرق لون لباسهم وأغدق عليه السلطان الهدايا والأسلحة والمؤن وتحرك أيضا الشريف الرسوني ببعثه لعدة من أتباعه لمد العون وساعده جنوده بأصيلة وقعت هذه الأحداث كلها والسلطان دائما في فاس في وقت كان عليه أخذ احتياطات وإجراءات وقائية وتهيئ مشروع اتفاق الجزيرة الخضراء المنتظر ولم يعد يعرف ما الذي سيفعله فالوزراء الأوروبيون بطنجة يطالبون باتخاذ أعجل التدابير ضد الرسوني والمحلة المعسكرة بعين الدالية غير كافية لأن جنودها فروا منها جماعات بعدما لم يتوصلوا برواتبهم وبعد أن باعوا بنادقهم لأعدائهم صباح ذات يوم وصلت بارجة من فرقاطات كبيرة إلى نواحي طنجة وحتى يتفادى المخزن نزول أعداد الجنود الروميين للسهر على النظام بأنفسهم فقد بعث بمحلة كبيرة إلى طنجة بقيادة سي محمد القباس وزير الحرب كما كان هناك أيضا سيبوشت البغدادي والقائد ماكلان بفيلقه وضابط صف أنجليزي وطبيب فرنسي بالإضافة إلى المدفعية والنظاميين فوصل العدد إلى أربعة آلاف رجل وترك القباس في الطريق وحدات بالقصر الكبير وعين الدالية ولم تقع أي مواجهات حيث فر أسباع الرسون إلى زينات وبمجرد وصول وزير الحرب إلى طنجة قرر مصادرة أملاك المتمرد الرسوني فانتزع السلطان منه قيادة المحلة وأعطاها لباشا طنجة بالغازي الذي كان قائدا للمشور ثم باشا تطوان سنة 1901 فاستسلم أهالي الفحص ثم العنجرة وبانيم ساورة في السابع والعشرين والواحد والثلاثين دجمبر 1906 ثم جهزت فرقة كبيرة من المحلة واتجهت نحو زينات عبر طنجة إلى تطوان فقصفت المدافع الثلاثة منزل المتمرد فكان هناك عدة قتلى وجرحى من الطرفين وأصيب بوشت البغدادي في كتفه واستدعى طبيب المحلة الدكتور فورنيال فحل الظلام دون نتيجة حاسمة في السادس يناير 1907 واستغل الشريف هذا الظرف ليفر إلى الجبال بأمتعته وأتباعه المعدودين بالمئات وفي اليوم الموالي استدعي الملازم ابن سديرا ليركز مدفعيته بدار الرسوني أما الأفواج فقد هجمت على زينات لكن كانت فارغة لم يبق بها أي أحد وقد كان علينا إتمام العملية ليلا حتى نمنع خروج المتمردين لكن البغدادي المصاب قرر أن نعسكر على بعد كيلومترات من هناك حتى يتمكن كل أهالي زينات في تحويل أمتعتهم وقطعانهم في السادس يناير فجاء باشا طنجة بلغازي ليقود المحلة المعسكرة دائما بكورات في وقت اختفى فيه الرسوني عند أهل واد الراص ثم بني مساور وبني عروس وبني إدر فتعقبته المحلة وكانت تحرق وتنهب الدواوير التي حمت هذا المتمرد فجاء الشيخ زلال من بني مساور والشيخ الحاج العربي من ودراسة ليعلنا استسلام قبيلتهما لقد كنا في شهر مارس عندما وصلنا إلى بني عروس لكن لم نستطع هزيمتهم وقد يقول الرسوني موجودا بالقرب من شفشاون أو عند بني حسن وما دام أن تموين المحلة بالجبل شيء صعب والمنطقة غير آمنة بالنسبة للمخزن حيث كنا نخاف أن نتفرق في المضايق وأهالي الجبال قد اختفوا تماما من طريق هذه الحملة ينهبون بعض الوحدات المنعزلة وما دام أنه لم تخضع أي جهة في هذه الجبال فإنه تقرر الرجوع في اليوم الموالي إلى طنجة معتبرين أن المنطقة آمنة وتم العدول عن مطاردة الرسوني الذي ساعده في نجاحه ذكاء أهالي الجبل وفي طنجة تفققت أفواج المحلة وعاد بوشت البغدادي ابن باشا فاس إلى العاصمة أما بالغازي فقد عين باشا على مراكش في 15 أبريل حيث سافر بحرا ليلتحق بمنصبه الجديد عبر آسف رفقة 300 جندي كما وقعت أيضا أحداث خطيرة حيث اغتيل الدكتور موشون في الحادي عشر مارس سنة 1907 مدير مستشفى المسلمين وكان مولاي عبد الحفيظ على علاقة وطيضة مع الباشا الفعلي عبد السلام الورزازي وهكذا لم يكن بإمكان بالغازي الالتحاق بمراكش دون حراس اختفى أكثرهم في الطريق من كثرة الانتحابات والفرار لكن قصة الريسوني لم تنتهي هنا فلم يكن للقوة والسلاح أي نتيجة ويمكن أن تنجح بالمقابل المفاوضات وقد كان الدبلوماسي غير المنتظر لهذه المهمة والذي سيدخل الريسوني إلى أحضان المخزن هو القائد ماكلان وقد كان الانجليز يلامون ويعاتبون كثيرا حتى إن السلطان كان قد حاول إجلاء كل البعثات الأجنبية الموجودة بفاس وكان ماكلان يحاول أن يسترجع مكانته عند المخزن خاصة بعد إقالة النبه وفكر في إخداع الريسوني وأخذه بهذه الطريقة فدخل معه في علاقات ودية حيث استضافه بطنجة وقال له بأن الشريف لا يليق به احتراف قطع الطرق وأن السلطان سيغفر له إن هو ذهب إليه وأن الأمن والأمان سيعمان كل الأرجاء بدل هذه التمردات والإضطرابات والفوضى وأن من واجب المسلمين تعميم الأمان والسكينة والنظام من أجل تفادي تدخل الأوروبيين في شؤونهم إلى غير ذلك من الكلام الذي يقال في مثل هذه المناسبات والذي لا أعرفه فأجابه هذا المتمرد بأنه مستعد لتلبية رغبة ماكلان لكن بشروط سيضعها ويجب الالتزام به فرجع ماكلان فورا فرحا إلى فاس حيث أطلع مولاي عبد العزيز على الشروط التي حددها الرسوني وهي كالتالي استرجاع كل ممتلكاته واسترداد مهامه حاكما على الفحص وعاصمته أصيلة فاعتذر هذا المتمرد عن عدم مجيئه إلى فاس فعين أخاه ليمثله لكن هذا الأخير رفض الذهاب إلا بعد أن يعطي الرسوني رهينة أوروبيا من مستوى عال ومن نفس الأهمية فقال السلطان لمكلان لقد أخطأ الرسوني عندما لم يأتي هو بنفسه للوصول إلى نتيجة فكان لابد من التحاور معه فأنا مستعد لأن أنقل له هذا الكلام إن أمرتم بذلك نعم لكن ليست فيه ثقة كبيرة فإذا ذهبت إلى هناك فتحمل كامل مسؤولياتك ومخاطر ذلك قال مكلان لست خائفا وهكذا أكون قد تخلصت من كل مسؤولية لما قد يلحقك فذهب مكلان عند الرسوني واستقبل استقبالا حارا حتى ظن أن مهمته في طريق الإنجاز أحسن وعند نصف الليل دخل عليه حراس واقتادوه إلى غرفة صغيرة ثم أخلقوا عليه الباب مفهمينه أنه أسير الرسوني في ثالث من يوليوز 1907 وطلب في اليوم الموالي من الشريف توضيحات بهذا الشأن فقال له الرسوني لا تقلق فأنت سجيني ظاهريا دون أن تكون كذلك فعلا فأنت الآن هنا كما لو كنت في منزلك فيمكنك أن تأكل وتشرب كما تريد ويمكنك الخروج إلى القنص تحت حراسة رجالي طبعا ولكنني مدطر لأن أحتفظ بك حتى أنال العفو والرضا فأنا لا أطلب كبير شيء فلابد أن أحصل على فدية لك وظاهير من حكومتك يعترف فيه بمحميا إنجليزيا وهذه هي الشروط التي تهمك دون أن أتحدث عن تلك التي ستكون لي مع المخزن حدث هذا في جبال الخماس على بعد أيام مشيا من طنجة لكن في منطقة محصنة يمكن أن تساعد في التفكير على جمع أفواج من الرجال المحاربين فقد عان ماكلان في هذه المغامرة حيث كان رجال الريسوني مكلفين خاصة بمنعه من الانتحار وقد كان مبلغ الفدية عشرون ألف جنيه إسترليني مرتفع جدا ونقصت شعبية وسمعة ماكلان كثيرا فقد أصبح شخصا مفقودا لا بالنسبة للأجانب ولا بالنسبة للمغاربة ولم يكن متيقنا بأنه ستدفع فيذية لإطلاق صراحه فقال له الرسوني لا تقلق كثيرا فكل ما أريد بالضبط هو أن أصبح محميا إنجليزيا أما فيما يتعلق بمبلغ الفدية فلست متيقنا هل أعطته إنجلترا لمكلان أو هل تنازل عنها له الرسوني وأطلق صراحه فليس هناك قطع في الأمر وبعدما أطلق صراحه رجع ماكلان إلى الرباط للقاء السلطان لكن وقعت في هذه الظروف أحداث أكثر أهمية في المغرب تقدم حركة مولاي عبد الحفيظ ورسول فرنسيين بميناء الدار البيضاء فرجع ماكلان إلى طنجة لقضاء مدة تقاعده نسيت أن أقول لك أنه عندما ألقي القبض على ماكلان أعطى المخزن الأوامر إلى محلة بوشت البغدادي للرجوع إلى البادية فانطلقت هذه المحلة إلى الخماس في الثاني من غشت لكنها انهزمت عقب خيانة الوحدات التي جمعتها من قبائل بني مساور وبني عروس وغيرهم ويمكن أن لم يكن تقديم تلك الوحدات إلى شريف المحلة الأمراني إلا لأخذ السلاح والمؤن وضربنا في الظهر فيما بعد وفي هذه الأثناء كان ماكلان الذي لم يطلق سراحه فيما بعد قد وضع في مكان يصعب الوصول إليه ولا يمكن العثور عليه فيه أبدا فرجعت محلة الأمراني إذن إلى طنجة وعاد قائدها إلى فاس تاركا آلاف الرجال في عين الدالية وحامية صغيرة بزينات الموجود بها المخزن دائما وخمسمائة رجل بأصيلة وبمجرد انطلاقه أي الأمراني تقدم الرسون حتى حدود بني عروس ينتظر مستجدات الأمور بيعت مولاي عبد الحفيد وفي هذا المكان قدمت له الفدية وأطلق سراح الرهينة في سبتمبر 1907 وعندما بويع السلطان الجديد في المغرب كله أعطيته صلاحيات كبيرة ومهمة فأصبح قائدا على كل جباله التي تضم العنجرة ودراسة وبني عروس وبني إذر وبني مساور وكلهم أصدقاء الشريف وأصبح مقر إقامته أصيلا كما طلب من قبل أما الفحص مسرح إنجازاته السابقة فكانت تحت سيادة قائد آخر ووجد الشريف فيما بعد صعوبات كبيرة في استخلاص الضرائب الزكاة والعشر التي يطالبه بها المخزن وكان العنجرة بصفة خاصة في تمرد دائم ضده لأنه كان يطلب عنهم ضرائب كثيرة واضطر ليقول لمولاي عبد الحفيد أنه يريد الاستقالة وترك المخزن لأنه لا يمكن أن يستمر هكذا فأجيب من فاس بإعطائه منصب باشا القصر الكبير فالتحق بمنصبه الجديد واستمر في ابتزازه لجباله مما أرغم المخزن على نزع السلطة من يده ومنذ هذا الإجراء مرض الريسوني وظهر عليه العياء والتعب وأصبح هادئا بل إن بني حسن ثاروا ولم يقم بأي إجراء ضدهم فكان يرى ويسمع كل الأشياء ولا يتحرك وعندما سمع تقدم الفرنسيين نحو فاس في مايي 1911 بطلب من السلطان غادر القصر الكبير مع أتباعه ليرجع إلى جباله وليعش بعد ذلك مدة طارة صديقا وطارة محاربا للإسبان لكن ماذا كان يفعل بالضبط فلا يمكن أن أقول لك لأنني لا أعرف أي شيء تقدم تحركات مطالب حقيقي بالعرش مولاي عبدالحفي لقد نقصت شعبية مولاي عبدالعزيز كما قلت لك لأسباب عديدة منها الضعف في السلطة والتسير والاقتراضات من الأجانب والإصلاحات في ميادين المال والضرائب الشيء الذي أضرب المسلمين المتشبثين بالنظام القديم القاعدة إضافة إلى أنه لم يستطع القضاء على بحمارة الذي لا زال دائما بسلوان بقصره ومخزن كسلطان فعلي وكانت جهة كبيرة من الشرق موالية له بشكل تناوبي ثم إن الريسوني الذي دخل معه في صراع حيث كان يرفض وجود الأوروبيين في المغرب يوجد دائما عند جباله كملك صغير مستغل بدوره ثم ها هو خليفته وأخوه في الجنوب الذي كان يشجب تصرفاته قد شرع في الدخول ضده في مواجهة مفتوحة أضف إلى كل هذا تلك التمردات المعتادة يمينا ويسارا تارة بالشاوية وتارة بالمغرب وتارة في سوس بل حتى في ضواحي فاس وبهذا ستتفهم تلك المشاكل والمصاعب التي أصبح مولاي عبدالعزيز المسكين يتخبط فيها فقد كان مولاي عبدالحفيد الأكبر سنا من مولاي عبدالعزيز قويا سمينا كما شأن أغلب أبناء مولاي الحسن يعارض بكل قواه الإصلاحات التي كان يقوم بها أخوه السلطان وتعلم أن خليفة السلطان على الحوز والسوس بمراكش مسؤولية كبيرة فهو بمثابة سلطان صغير يبث في قضايا كثيرة دون استشارة القصر بفاس ثم إن المسافة طويلة بين مراكش وفاس خاصة أنه يجب المرور من مكناس ثم الرباط ثم الشاوية وكل هذا على ظهر الجواد حيث يدوم السفر خمسة عشر إلى عشرين يوما وقد كان للخليفة قصر صغير حقيقي أو حاجبه وكتابه ومشاوريه يقومون بمهمة قائد المشور ثم خازنيته الذين يكونون حرسه الخاص ثم نساءه وعبيده وإستبلاته لقد كان فعلا سلطانا صغيرا ووجود رجل طموح في مثل هذا المنصب لا يمكن إلا أن يدفع به إلى التطلع والارتقاء نحو مرتبة السلطان في فاس خاصة عندما يحس أنه مؤاظر بعدة طموحين مثله وبعدة مؤاردين للسلطان ويصدق هذا الكلام وهذه الأوصاف على مولاي عبد الحفيد فقد وجد في شخص السلمدن القلاوي أهم وأغنى قائد في المغرب دعما غير منتظر وتذكر أن المدني الذي كان محاربا جيدا كان قد قاد المحلة الشريفة إلى تازة ثم إلى وجدة أثناء أحداث بحمارة ولما طالت مدة إنجاز العملية بوجده طلب الرجوع إلى قبيلته التي غاب عنها أكثر من سنة فاستجيب لطلبه لكن الحاج عمر التازي طالبه بغرامة قدرها سبعون ألف دور أي حوالي ثلاثمائة وخمسون ألف فرنق ورغم الجروح التي أصابته خلال خدمته للمخزن فإنه لم يكن محط رضاه فقد كان يرى فيه قريب وزير الحرب السابق سلمهد المنبهي الذي يعاني من وطأة المصاعب والمشاكل الحالية فأصبح البدن الغني والمحترم في مراكش معاردا لمولاي عبد العزيز ولم يبقى أمامه سوى الانضمام إلى خليفة الحوز وسوس الذي يقر ويؤكد ضعف حكم أخيه ويسمع انتقاد الناس له فاتفق مع القلاوي على المواجهة وهو إجراء رآه مناسبا لمطالب بالعرش مثله وقد بدى له أن المعارضة الواضحة لوجود الأوروبيين هو الشعار الأنسب لانتفاف أكبر عدد ممكن من الأتباع حوله وهكذا قرر دخول الأوروبيين تماما إلى دار المخزن تحت أي سبب كان واستقبل ماء العينين المعروف بسياسته المناوئة للفرنسيين استقبالا حارا ويبدو أن شريف أصمارة يحس براحة أكثر مع مولاي عبدالحفيذ من مولاي عبدالعزيز لقد كان حليفا مناسبا خاصة أنه معزز بموالات كبيرة من أهل سوس وكان يتبع أيضا مواقف المدن الجلاوي التي كلها انتقاد وعدم رضا بالأوضاع ويبحث عن الطريق الصحيحة لإنقاذ المغرب والحسم في أمر العرش بفاس ولم تكن هذه الطريق أو الوسيلة سوى الحملة القوية ضد الأجانب وإعلان الحرب المقدسة الكفيلة وحدها بالتفاف أكبر عدد من الناس حوله ويبدو أن مولاي عبدالعزيز كان على علم بمؤامرات أخيه فقد كانت تصله الأخبار بواسطة باشا مراكش بن كبور حيث كان المخبرون يتتبعون تحركاته ذهابا وإيابا إلى دار المخزن المجاورة للقصبة بل كانت تصله أيضا المحادثات السرية بين المدني والخليفة وقد حاول دون شك إلقاء القبض على مولاي عبدالحفيظ في محاولة للحد من خطورته لكن السياسته في هذا الاتجاه كانت متسمة بالتردد خاصة أن أتباعه الأوفياء أصبحوا قلة وعدد جنوده يتناقص بشكل ملحوظ كما كانت له محلة بسعيدية لمراقبة تحركات بوحمارة وثانية بعين الدالية لمراقبة الريسوني وثالثة بشاوية بقيادة مولاي الأمين فكان عليه إذن الاحتفاظ بوحدات في فاس ومكناس بالإضافة إلى أن عدة قبائل أخرى معارضة له لم تعد تؤدي الضرائب المفروضة عليها وأمدت المخزن بوحدات شكلية إذا أريد تسخيرها ضد مولاي عبدالحفيظ وفي الوقت الذي كان فيه هذا الأخير يعتمد على قوة قبيلة جلاوة وبعد مروض بعض الوقت على متوقه وارحمل الأقوياء دائما في الحروب فإن مولاي عبدالعزيز كان شبه متخلى عنه وكان أكبر الأخطار هو الذي يأتي من الجنوب مما أرغمه على مغادرة فاس بسرعة والمنادات على الأفواج التي حكيت لك عنها للالتحاق بالحوز أو أمام مراكش بشكل مكثف وقوي في وقت كان من الممكن حل المشكل بالمفاوضات وقال رجل لو كان مولاي الحسن حيا لصف جميع المشاكل وحده وقضى على بوحمارة والريسوني وجاء بهما أثيران إلى فاس وكان مولاي عبدالعزيز قد استمع لنصح مجموعة من الشيوخ الورعين صف الضون غرنيط والقباص بالقيام بمحاولات لإجهاد هذا المد فبعث على التوالي أعمامه مولاي عرف في الحوز سنة 1905 ثم مولاي عمر بمسفيوة من أجل الوصول إلى مراكش وإلقاء القبض على الخليفة لكن كان عليهم مواجهة قوات القلاوي الكبرى المتمركزة بالمدينة فخافوا من هزيمة النقراء إنهم عمدوا إلى الهجوم وحاول مولاي عبدالعزيز استمالة القائد السطيب الكندافي والمتوغي لكن هذا الأخير استغل غياب الكندافي في فاس قرب السلطان لينهب قصبة أغرغور غير بعيد عن أمزميز ولما رجع الكندافي إلى قبيلة في ظروف صعبة إذ طر ليبقى محاصرا بعض الأيام وانضم الرحامنة بقيادة القائد العياد في السنة الموالية إلى مولاي عبدالحفيد واتضح موقفهم المعارض للمخزن بشكل أكثر جلاء وقد حاول مولاي عبدالعزيز مرة أخرى بعد أن صالح المتوغي والكندافي أن يستغل قواده الأوفياء بالمنطقة لتحقيق هدفه وأعني بالقواد هنا سعيسى بن عمر العبدي والسيسعيد بن الضاوية الدكالي والحاج عبدالسلام الوزرازي باشا مراكش المدينة بالإضافة إلى عدة أفراد آخرين في سرية تامة وكان مولاي عبدالحفيد قد متن صفوف حرصه بعدما أخبره هذا أو ذات فأجهض الهجوم المرتقب سنة 1906 وهكذا فكر السلطان في مواجهة أكبر دعامة للخليفة سلمدني وسجنه لأنه غني جدا ويبحث على الاستقلال بنفسه وهذا صحيح لأنه منذ أحداث وجدة قطع كل علاقاته مع المخزن فقد كان قويا وكانت تشكل أموال القلاوي دعامة أساس لبيت المال لكن القلاوي أخبر حالا ولما وصلت الأفواج المخزنية كان قد احتمى بقصبته بتلواس حيث يصعب الهجوم عليه فيها فلم تعمل هذه الأفواج سوى أن أغارت ونهبت بعض ذواويل الجبل ولم يكن من نتائج هذا الإجراء سوى تعجيل تحرك السلمدن البلاوي ومولاي عبدالحفيد فالمخزن ضعيف جدا والقضاء عليه أمر سهل وبفضل تأثيرهما تنام الظاهرة معادات الأوروبيين المقيمين بمراكش بشكل كبير وقرر السلطان تغيير باشا مراكش عبدالسلام الورذازي الشيخ المريد الذي لا يحسن تسيير أحوال الشرطة بمراكش لكن في الواقع وبذون شك أن سبب هذا التغيير هو موالاته لمولاي عبدالحفيد وعين بدله بالغازي باشا طنجة وفي هذه المدة اغتيل الدكتور موشو بمراكش وصرح القنصل الألماني أن هذا الطبيب كان يريد أن ينصب جهاز إرسال برقيات والاتصال بحكومته في 19 مارس 1907 وتعلم أن الفرنسيين قدموا على هذا الإجراء باحتلال وجدة حيث تخلوا دون إطلاق رصاصة واحدة وتعلموا أن الفرنسيين قدموا على هذا الإجراء باحتلال وجدة حيث تدخلوا دون إطلاق رصاصة واحدة في 29 مارس وقالوا بأنهم سيبقون إلى أن يحل هذا المشكل ويعاقب المتهمون ووصل بالغاز المعين يوم الخامس عشر أبريل عبر آسفي مع 250 عسكري على متن الباخرة السعيدي وكان يستعد ليلتحق بمنصبه الجديد لكن وحدته العسكرية عددها يتقلص شيئا فشيئا حيث كان الجنود يفرون لأنه قيل لهم أن في طريقهم محلة مبعوثة من قبل مولاي عبد الحفيظ تنتظرهم بالمناظق ثم إن كل قبائل المنطقة معارضة للمخزن وتريد مبايعة مولاي عبد الحفيظ فرجع بالغاز إلى طنجة في الحادي عشر يناير وكان من ضمن هذه القبائل الأكثر تحمسا ومعارضة أرحامنا والمتوفرين على الخيول والأسلحة فقد اغتنوا كثيرا لأنهم لم يؤدوا الضرائب المفروضة عليهم منذ مغادرة السلطان مراكش في سنة 1901 ويتضح لك الآن كم كانت سياسة مولاي الحسن حكيمة جدا حيث لم يرتح قط فقد كان يجوب أطراف المملكة ويستخلص الضرائب حتى يمنع القبائل من أن ترفع رأسها فهؤلاء الرجال لهم كل المقومات ليهجموا على مخزن مولاي عبد العزيز الذي يطالبهم بآداء مستحقاتهم المتبقية من الضرائب وهم الذين عارضوا وجود بالغازي بمراكش وهم من كان يراقم طريق آسفي وهم الذين أجلوا الأوروبيين المتبقين عن مراكش وفتحوا سجون المدينة التي كان بها معتقلون كثيرون منهم وأرسلوا مبعوثين إلى دكالة والشاوية ليمدوا لهم يد العون ومعلوم أنه كانت لهم محاولة سابقة مع مولاي محمد أجهضها باحمد المتوفي والذي لم يعوده أحد في نفس قوته في المخزن وقد كانوا يعلمون أن الأفواج النظامية ورغم وجود مدربين أجانب لم تعد لها نفس القيمة والفاعلية في عهد مولاي الحسن وأن المخزن لا يتوفر سوى على وحدات قليلة من النوايب والدليل على ذلك مقاومة بوحمارة والريسون لها وكان يقال بأن محلة السلطان ستخرج للذهاب إلى الرباط ومن تمت إلى مراكش وكانوا المسؤولين يعملون قصارى جهدهم لتمدهم القبائل الخاضعة بوحدات جديدة التي يطلبها منهم مولاي عبد العزيز لكن كان يسمع في صفوف تلك الوحدات أتريدون الانضمام إلى أولاد كورونيل الأجانب ماذا ستفعلون أيها الحمقى هل أنتم مستعدون للعيش سنة كاملة تحت الخيام والصبر على قصف بوحمارة والريسون ما سيكون مصير ممتلكاتكم وأنتم غائبون عنها أتذكرون رجوعكم من وجدة أولستم مسلمين مؤمنين حقا واعلموا أن الحرب المقدسة سوف تندلع وأن كل المسلمين يجب أن يضعوا اليد في اليد فابقوا إذن معنا فالروميون سوف يختفون في كل الجهات وسنرمي بهم في البحر وسيكون قائد المقاومة سيدنا مولاي عبد الحفيد بن مولاي الحسن مناصر الإسلام الثابت فلم يبعث قواد الحوز والجنوب أي وحدة إلى محلة فاس وهذه الفترة هي التي كان فيها ماكلان أسيرا للريسوني في 3 يوليوز 1907 والتي اتفق فيها مولاي عبد العزيز مع القوات الأوروبية على تكوين أفواج الشرطة في 17 يوليوز والتي اغتيل فيها مسيحيون كانوا يشتغلون بميناء الدار البيضاء من قبل مديونه وزناته دون أن يستطيع لا مولاي الأمين باشا الدار البيضاء ولسيب بكر سلاوي أن يتدخلا في الثلاثين من يوليوز وتعلم أيضا أنه كان من نتائج هذا الحدث ظهور فرقاطتان بالمرثى وقصف المدينة في الخامس عشر 1907 ثم نزول أفواج الجنود الذين كانوا على متنيهما في السابع من غشت ولكن كل هذه الأحداث مذكورة في كتبك ولا فائدة من أن أحكيها لك بدوري والسلطان مولاي عبد العزيز لا زال دائما بفاس حيث أخرج الفراغ في ماي لكن لم يستطيع الذهاب فالخزينة كانت فارغة وطلب قروضا من البنوك ليدافع عن نفسه لكن البنوك ترددت في إعطائه مبالغ كبيرة فقد اقترض 62 مليون سنة 1904 فكان يبدو أن الظروف كانت مساعدة لحركة مولاي عبد الحفيظ حيث زادت هذه الأحداث من هيجان وتمرد أهل الجنوب خاصة بعدما علموا حوالي 12 غشت أن الدار البيضاء قد سقطت في يد فرنسا فقرروا مبايعة مولاي عبد الحفيظ يوم الجمعة المقبل في السادس عشر غشت بمسجد القصبة وهكذا اجتمع كل أعيان وأشراف وعلماء المدينة بالمسجد بحضور مولاي عبد الحفيظ وأتباعه والقائد المدني القلاوي وأقاربه ومختلف موظفي المخزن وبعد كلمة وعضية أي الحديث أخذ الكلمة مولاي بو بكر أخ السلطان وقال نعلم جميعا أن مولاي عبد العزيز قد باع بلدنا للمسيحيين لإشباع رغباته والأدلة على هذا واضحة حتى بالنسبة لمن لا يود رؤية ما يحدث فهم قد استولوا ومنذ شهور على وجدة باب الشرق ولا يبدو أنهم مستعدون لتركها بل إنهم يجبرون إخواننا على الخضوع لقوانين وعادات بلادهم وتعلمون الآن أنهم قد نزلوا إلى ميناء الدار البيضاء بأعداد كبيرة مسلحين بالرشاشات والمدافع وأنهم أغرقوا هذه المدينة المسكينة باب الغرب في الهموم والفوضى والإضطرابات ها هي يدهم تمتد نحو إخواننا الشاوية المساكين وكان مولاي عبد الحفيظ في هذه الأثناء يبكي لأن أمه من هذه القبيلة وبكى معه الحاضرون وأمام هذه المصائب التي تتوالى علينا لا أحد يستطيع أن يبقى دون حراك ولا أن يخفي آلامه فيجد إعانة إخواننا المنهكين في قبائل الشاوية التي تواجه المستعمر الغازي وإذا كان سلطاننا عاجزا على تجهيز كل الجنود ومواجهة العدو وأعتقد أنه كذلك فإنه يحق للعلماء والشرفاء اختيار قائد قوي يلتف حوله المؤمنون الأتقياء أقد حان الوقت لإعلان الحرب المقدسة فهل سننتظر دون إطلاق النار حتى يصل العدو إلى مشارف الأسوار أسوار مدينة مراكش فقال الآخرون يجب أن نتحرك فورا ونعين قائدا للمقاومة فقال سيد محمد ولد مولاي رشيد إن الرجل الذي يستحق أن يكون سلطانا هو العالم والعارف الخليفة الإبل الصغير للسلطان وقال هذا حتى لا يلتبث مع مولاي محمد الأكبر منه سنا إنه الشهم الشجاع صاحب الأياد البيضاء على الناس ومحط الرضا سيدنا ومولانا عبد الحفيظ ابن سيدنا الحسن ابن سيد محمد ابن عبد الرحمن ابن هشام نصاره الله فنهض السلمدن الجلاوي وانحنى أمام مولاي عبد الحفيظ وقال الله يبارك فعمر سيدنا مولاي عبد الحفيظ فرد كل الحاضرين على هذه العبارة بحرارة ثم آتوا لتوقيع عقد البيعة وأصبح للمغرب سلطان ثان وفي اليوم ذاته فتح مولاي عبد الحفيظ مخازن الأسلحة والمؤن وصناديق الخزينة في وقت كانت المدافع تصدر طلقاتها إعلانا للبهجة والفرح والبراحة يجرون في شوارع المدينة مرددين الله ينصر مولاي عبد الحفيظ وفي اليوم الموالي بدأت تتوافد الهدايا إلى دار المخزن وكان في مقدمة أهالي مراكش عبد الحميد بن عبد السلام الورزازي بن الباشا وكنا نرى ضمن الهدايا المعتادة بعض الإماء والخيول المسرجة بأحسن طريقة وجاء اليهود في مقدمتهم إسحاق كوركوس مرتدين ثيابهم المزينة بالحرير وكان مولاي عبد الحفيظ يستقبل التحايا والهدايا معتليا عرش أخيه في القبة التي كانت مكتب السلطان والمدني القلاوي على يمينه والكندافي على يساره فأعطيت الأوامر بالهجوم ونهب دار بالعربي قائد فريكية أصحاب الفراق مولاي عبد العزيز حيث وجدنا ضمن أشياء أخرى كيسا مليئا باللويز أي الذهب بين قفاطين وزار مولاي عبد الحفيظ بعد ذلك ضريح سيدي بالعباد السبتي وضريح مولاي عبد الله ابن حسين الحسني شريف سامس لوحت ثم قرر بعد ذلك تعيين مولاي ابو بكر خليفة على الحوز وسوس وعبد المجيد الورزازي باشا على مراكش وأمر أخيرا بإخراج الفراق استعدادا للانطلاق القادم مع محلته إلى الشاوية فأرسلت الرسائل المعتادة إلى كل القبائل مختومة بخاتم مولاي عبد الحفيظ بن مولاي الحسن فبايعه الرحامنة والصراغنة وقبائل الحوز على التوالي باستثناء القائدين آنفلوس والقلولي والشاوية ودكالة وعدة لكن ماذا يحدث في فاس فقد وصل إليها خبر مبايعة مولاي عبد الحفيظ دون أن يثير ذلك استغرابا لكن مصحوبا ببعض عدم المبالات والإكثرات والاستهذاء ليس من الذي بويع سلطانا وله جميع المواصفات لذلك ولكن من هؤلاء الذين بايعوه لأنك تعلم أنه لا يوجد العلماء إلا بفاس وهم من لهم الصلاحية والشرعية في إقرار بيعة السلطان ورجع بوشت البغداد من طنجة يطلب من مولاي عبد العزيز لقيادة محلته وينتظر دائما الأيام والظروف المناسبة للإنطلاق وأصبح السلطان أكثر غضبا وخنقا من تتبع تحركات أخيه ومحاولاته لإزاحته عن العرش فكثف مجهوداته في الاستعدادات علما بأن قبائل الجنوب لم تبعث له بأي رجل ولما لاحظ أن الفاسيين قد استقبلوا هذه المبايعة ببرودة جمع العلماء بمسجد القرويين وطلب منهم الإجابة عن هذين السؤالين هل حان وقت الحرب المقدسة؟ هل يحق لخليفة الحوز مولاي عبد الحفيظ أن يأخذ العرش؟ وبعدما فكر العلماء جيدا أجابوا بما يلي لا لم يحن الوقت لإعلان الحرب المقدسة ما دام أن الأجانب لا يحتلون وجده والدار البيضاء إلا لمدة حل مشكل اغتيال أتباعهم ثم إن مولاي عبد الحفيظ ليس له الحق في ادعائه لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلطان إلا إذا كان ذا شرعية تامة فسلطاننا إذن هو مولاي عبد العزيز وعقب هذه الإجابات المناسبة غادر مولاي عبد العزيز فاس بمحلة من حوالي ثلاثة آلاف رجل في الثاني عشر شتنبر 1907 ووصل إلى الرباط في ثلاثة وعشرين شتنبر وكانت الحراسة الخلفية تقصف كالعادة القبائل الموجودة في طريق بني مطير وقروان وبني حسن وهذا في وقت كان فيه الفرنسيون بتادرت في الحادي عشر شتنبر واستسلمت زناتة والزييدة وأولاد زيان وفي الوقت الذي وصلت فيه محلة مولاي عبد العزيز في الرباط عابرة أراضي قبائل متمردة كان مولاي عبد الحفيظ قد تحرك بإرساله محلة من 3500 رجل وأربعة مدافع مكونة في أغلبها من الرحامنة والصراغنة بقيادة سيد محمد ولد مولاي رشيد إلى الشاوية لاستمالة القبائل إليه وإعاقة تحركات الفرنسيين في المنطقة غادرت هذه المحلة مراكش يوم السادس عشر شتنبر فمرت عبر السطات لتعسكر بين قصبة مديونة وبرشيد وجلبت حولها كل من المذاكرة وأولاد زيان وأولاد سعيد وأولاد سيدي بن داود وأولاد بوزيري والمزامزة كما ذهبت محلة حفيظية أخرى إلى بلاد حاحة حيث يوجد القائد أنفلوس فبعث المخزن ضدها جنود النظاميين 300 من طنجة وأربعمائة من الرباط في 23 أكتوبر وفي نفس الوقت 15 أكتوبر كانت محلة مولاي عبد العزيز قد غادرت الرباط في اتجاه مراكش بقيادة بوشت البغدادي مع الشريف مولاي الزين أخ السلطان وما دمت أحدثك عن إخوته فإنني أشير إلى أنه قد صاحب معه أخاه مولاي محمد لمزيد من الاحتياط وترك بفاس أخاه مولاي عبد الكبير وكنا نرى أيضا ضمن هذه المحلة مولاي عبد المالك عم مولاي الحسن وسيد عبد المالك بن عبد القادر الذي سنجده في مرحلة لاحقة بالريف ووصل عدد أفراد هذه المحلة أربعة آلاف رجل وسرية مدفعية ثلاثة مدافع وبعض الرشاشات ماكسيم وضابطان جزائريان مدربان سديرة والماحي وعززت المحلة في طريق بوحدات القائد قاسم والقائد ويلدبا محمد الشرقي قائد شراغا الحالي 1925 الذي كان معاديا كبيرا لبوشت البغدادي وسيتأكد ذلك عند فراره منذ أول مواجهة فعبرنا قصبة تمارة وسيد يحيا وواد شراط وسيد بن سليمان عند الزيادة التي يسميها الفرنسيون حاليا بولهو وفي هذا المكان نشبت معركة بين المذاكرة الذين لم يكونوا وحدهم بل كانوا مؤازرين بجنود من محلة مولاي عبد الحفيظ بقيادة شخص يدعى القائد رحو الذي كان له مدفع ويتبعه كثير من الشاوية فقاوم بوشت بشجاعة وكاد أن يهزم فطلب من وحداته الرجوع إلى المعسكر حيث طاردنا العدو وأجبرنا على المواجهة حتى حدود الليل فلم نعد نتحكم في الوضعية حيث كانت تتوالى القذائف على المعسكر لدرجة أنه غادرها كثير من الجنود في اتجاه بوزنيقة مطاردين دائما من قبل المذاكرة لكن بخطر أقل من المعسكر وبمجيء الصبح توقفت المطاردة وعسكرنا بقصبة صخيرات 25 ونبر ووصلنا في اليوم الموالي إلى تمارة عند الوداية حيث مكتنا 15 يوم ويجب القول إنه قد ضاعت في هذه المواجهة عدة أمتعة وخيام وأسلحة وأكياس المؤونة وتركت عدة بغال وخيول رغم تعليمات وتسيير بالغاز الصارم لبوشت البغدادي الذي كان يعاقب المخطئين كثيرا فكان مختلف قواد الرحى للأفواج النظامية يكرهونه ليس لهذا السبب ولكنه لأنهم كانوا حفيظيين وأنهم يرغبون في خدمة هذا السلطان الجديد المبايع في مراكش المعادي للمسيحيين بدل تنفيذ أوامر بوشتة الذي يتلقى التعليمات من الجنرال درود والمتواطئ مع الفرنسيين وكان هؤلاء القواد يبيعون في طريق رصاصهم بالآلاف للشاوية ويطركون طوابيرهم تتحرك كقيطع خشب فوق الماء فأنهك بوشتة وخانه ولد بن محمد الشرقي الذي غادره وتراجع مع فرسانه عند أول المواجهة بسيد بن سليمان لقد كان بوشتة محاربا جيدا ولا يمكن أن نلومه على انهزامه أمام أتباع مولاي عبد الحفيظ المتحفزين حماسا وفرحا بما يفعلون وكان من نتائج هذه العملية انضمام حلف حم الزياني وأنا فلوس إلى مولاي عبد الحفيظ وبعدما استراحت محلة بوشتة ورممت صفوفها رجعت إلى الرباط حيث يوجد السلطان معسكرا دائما بأقدال قريبا من دار المخزن حيث بقي دون حراك إلى حدود ماي 1908 وكانت فاس في هذه الاتناء هادئة فاروق بوحمارة موجود دائما عند كبدانه بقصبة سلوان حيث دخل في علاقات مع الإسبان من أجل ترميم صفوفه بالأسلحة والمؤن مع العلم أنه لم يعد معه أفراد كثيرون ويحاول إعادة الاعتبار إليه والاستمرار في لعب دور سلطان وهمي أمام أتباعه وقد كان مراقبا في هذه الجهة بمحلة وجدة المعسكرة بسعيدية لكن هذه الأخيرة لم تعد تتوصل ومنذ مدة بأجورها ولم يعد يعيش أفرادها إلا من نهب جيرانهم يمينا ويسارا بل حتى القبائل الخاضعة للمخذن ولم يعد يسودها أي نظام ولم تصبح سوى جماعة من الرجال لا قيمة لها ودون انسجام فيما بينها أي جماعة من اللصوص باعوا أسلحتهم من أجل الطعام بل إن قائدها عبد الرحمن بن عبد الصادق قد سرق بدوره حيث أخذ قائد الرحى الجلال السرغيني خيمته وخيوله وأمتعته شارحا لهم بأنه من الأفضل له حماية نفسه ورغم هذه الظروف بقت معسكرة أمام سلوان محاصرة بوحمارة حيث سنجدهم بها في مرحلة لاحقة وماذا عن أخبار مولاي عبد الحفيد؟ فبعد مبايعته ولكونه ديبلوماسيا قويا ولكي يتقرب من الأقوياء تزوج إحدى بنات سلمدن القلاوي لالا رابعة وبنت موحة وحم الزياني لالا رابحة وكانت هذه الأخيرة قد أهديت لمولاي الحسن أثناء محلته الأخيرة فبقيت بحريم مراكش وتوفي السلطان بدار ولد زيدوح وقد كان مولاي عبد الحفيد يبحث على تمتين علاقته بالمحارب القوي في زيان وعلى المرور من أراضيه من أجل الوصول إلى هدفه الكبير فاس فتزوج بنته وانضم إليه موحة وحمه بسهولة بعد مواجهة سيد بن سليمان التي حكيت لك عنها وقد حان وقت الانطلاق من مراكش أفراد قصره ومخزنه الذين كنا نلاحظ منهم الوزير سلمدن القلاوي والسي عيسى بن عمر وزير الشؤون الخارجية والشريف سي محمد البوعزاوي الذي تحترمه الشاوية كثيرا ونساؤه وخيامه ووحداثه من الرحامنة وقلاوة وقبائل الحوز وبعض المدافع والرشاشات فغادر مولاي عبد الحفيد هذه المدينة في الأيام الأولى من نجنبر عبر زاوية بن ساسي وتاملالت الجديد لكن هنا بدأت المشاكل مع السراغنة أتباع مولاي عبد العزيز الذين حملوا السلاح بتشجيع من ولي يسمى سي محمد بن داود وبعد مناوشات بسيطة ومفاوضات كثيرة استسلموا وأمكن للمحلة أن تعسكر بالقلعة عاصمتهم 22 دجمبر 1907 وبعد إقامة طويلة بسراغنة عبر مولاي عبد الحفيظ هذه الأراضي مع أصدقائه أرحامنة ليصل إلى مشرع الشعير وهو معبر على وادي أم الربيع فوق وادي جيسر بعد الشيء في 26 يناير 1908 وفي هذا المكان وصله نبأ مبايعة أهل فاس له في الرابع يناير ذلك أن أعيان المدينة القالقون من الشلل الذي أصاب حركة مولاي عبد العزيز وتقدم الأفواج الفرنسية في الشاوية وانهزام محلة وولد مولاي رشيد بقصبة مديونة في 1 يناير 1908 والشرفاء والعلماء وكل من يعتاد وجودهم في مثل هذه المناسبات قد اجتمعوا بمسجد مولاي إدريس حيث تناقشوا في طبيعة الوضع سلبا وإيجابا وانتقدوا تسيير السلطان للشؤون وكثرة الديون فقد طلب السلطان منذ مدة قريبة مليونين ونصف من فرنسا وقرروا في النهاية مبايعة مولاي عبد الحفيظ لكن شريطة أن يأخذ هذا السلطان الجديد مجموعة من التدابير لإنقاذ الأوضاع الحالية للمغرب وأول تلك التدابير مواصلة الحرب المقدسة دون هوادة وثانيها إزالة الحواجز لدخول المدن والأسواق وثالثها لا يسمح بوجود الأوروبيين إلا في الميناءات والسكنة في الملاحات لكن عندما وصل مولاي عبد الحفيظ إلى فاس لم يستطع أو لم يريد تطبيق شروط وطلبات الأعيان بل فرض مبالغ جديدة مضاعفة لملء خزينة الدولة وبعدما عينوا السعبد السلام الأمراني ممثل السلطان في فاس بعثوا بوفد لإخبار السلطان بهذا المستجد الوفد الذي جاء إلى مشرع الشعير فصر مولاي عبد الحفيظ برؤية أفراد الوفد وبعث رسلا إلى مراكش لإعلان بداية الحرب المقدسة بها وطلب من الأمراني القيام بالشيء نفسه في فاس وبعث إليه بأفواج كثيرة وقوية من الرجال والتحق بالسلطان فيما بعد عدة آلاف من الرجال لكن سلاحهم عتيق وينقصهم الرصاص والبارود وكانت خزائل القصبة شبه فارغة وبصفة عامة بدأت القبائل تستجيب شيئا فشيئا لهذا النداء ولم نكن نشاهد في هذه الوحدات الموجودة بمشرع الشعير لا عبده ولا الشياظمة ولا حاحة ولا دكالة ولا سوس درعة ثم التحق بالسلطان في مشرع الشعير الملازم المخلص سيد محمد بن مولاي رشيد مريضا تاركا وراءه أفواج الشاوية تحت قيادة عمرو السكتاني وحكى له ما يقع في الشمال فقد أصبح على رأس الفرنسيين قائد جديد الجنرال داماد الذي وصل يوم 5 يناير لا يسير على نهج سابقه حيث كان يترك حراسة قوية في المناطق التي يحتلها فكانت توجد مجموعات في كل مكان في بوزنيقة وفضالة ومديونة وستات وبرشيد فأرسلت وحدات تقوية مع الشريف مولاي المأمون وظل مولاي عبد الحفيظ دائما بمشرع الشعير ينتظر ويسمع قلقا من سير الأمور وفي هذه الفينة هزم الفرنسيون عمر السكتاني في بلاد المداكرة ورجع البعزاوي الذي بعث لهجوم جديد إلى معسكر مشرع الشعير منهزما في السابع يناير في السابع من أبريل وكنا نسمع بين الفترة والأخرى أصوات المدافع ما العمل ما الذي قمنا به منذ ثلاثة أشهر فاستدعى مولاي عبد الحفيظ مجلسا للتشاور في سير الأوضاع فبعضهم يريد الرجوع إلى مراكش والبعض الآخر يريد البقاء هنا للتقوي أكثر وحماية معبر الواد والانتصار على العدو قبل أن يصل إلى فاس فبرابرة محا وحم الزياني سوف يلتحقون بالسلطان الجديد الذي سيدخل إلى فاس دخول المنتصرين حاضيا برد الجميع لكن هل سيصل العدو إلى حدود الواد تحدث آخرون ومن ضمنهم البعزاوي للسلطان عن المخاطر التي تحيط به وعن وضعيته غير المناسبة فمن الأفضل الذهاب نحو فاس حيث يستطيع مولاي عبد الحفيظ بالنقود ومساعدة أعيان فاس معاقبة هؤلاء المتمردين حين يحين الوقت لذلك فأخذ مولاي عبد الحفيظ بهذه الاعتبارات والحيثيات خاصة أن وحدات التقوية التي أرسلها في هذه الفترة قد نقص أعداد أفراد جنودها فلم يعد بجانبه سوى بعض الآلاف من الرجال وعشرات الرشاشات وأربعة مدافع لكن أصدقاء ظلوا دائما ملازمين له وأعني بهم المدن الجلاوي والسعيس والبعزاوي وأتباعه الأوفياء من زيان أصحاب موحى وحم الزيان المكونين لحرصه الخاص وقرر الذهاب إلى فاس شرقا وهكذا انطلقنا نحو بلاد بني مسكين في الواحد والعشرين والثالث والعشرين أبريل ثم مررنا بملكو وسخرة الدجاجة وعين مازا ببلاد بني خيران ثم بسيد محمد ولد البصير وسيد عتروس ببلاد السماعلة ثم إلى واد كارو ومشرع عشرين زوج حيث ارتحنا بعض الشيء فوصل مولاي عبد الحفيظ إلى ضواحي مكناس عبر مولاي بعزة ووالماس وواد بهت ودخل المدينة في الخامس عشر ماي دخولا احتفاليا وشعبيا كبيرين وجاءت أفواج الجيش للإنحناء أمامه ومبايعته وبينما كان مولاي عبد الحفيظ يتقدم نحو مكناس كان قد أعطى أوامره لقبائل الشاوية بالتوقف عن الحرب وإمداده بالأفواج والوحدات التي كانت موجودة بناحيتهم ففهمت القبائل المنهكة أنه قد انهزمت فاستسلمت الواحدة تلو الأخرى للجنرال داماد وقد كانت هذه الجهة كلها ترغب في السلام والتوقف عن الحرب وقد حاول السلطان الثاني مولاي عبد العزيز الموجود دائما بالرباط أن يواجه تقدم تحرك أخيه نحو فاس وفي ماي 1908 اجتمعت حملة عسكرية بقيادة بوشت البغداد في سلا بالحدائق المجاورة للمدينة استعدادا للانطلاق نحو فاس لمنع دخول مولاي عبد الحفيظ إلى هذه العاصمة فوصلت هذه الحملة إلى القنيطرة ثم سيد عايش ومشرع الرملة حيث توقفت وكان قائد هذه الحملة هو مولاي الزين والعارف بطرق ومسالك هذه الجهة هو القائد بلعروسي من بني أحسن وكانت وحدات النظاميين تحت قيادة قائد الرحى بن دحان العبدي وبعد الشراردة وبني حسن وفي مشرع الرملة شاع في كل البلاد أن مولاي عبد الحفيظ الذي وصل إلى مكناس عبر بلاد زيان وقد استقبله أهل فاس استقبالا حارا ورائعا فاتضح لبعض هؤلاء الرجال الذين كان كثير منهم من أسباع مولاي عبد الحفيظ أن هذه الحملة لم يعد يرجى من ورائها أي طائل واعتبروا أن مهمتهم قد انتهت وتوصل بوشت البغداد برسالة من السلطان يدعوه فيها بأن ينظم مع أتباعه إلى صفوفه وأنه سيوليهم بعناية جيدة وأضاف بأن أتباعه من الشراردة وبني حسن معسكرون بوادي بهت سيمنعونهم من المرور فرفض بوشت الخيانة وطلب من أفواجه الرجوع إلى الرباط وهكذا رجعت هذه المحلة إلى أقدال دون إطلاق رصاصة واحدة ودخل مولاي عبد الحفيظ إلى فاس وسط 1500 جندي في السادس من يونيو 1908 وتوالت اعترافات ومبايعة المدن والقبائن من كل الجهات القصر تطوان خاصة بعد مبايعة مدينة فاس ذات الإشعاع الجهوي والوطني المهم أما هو فقد بحث في كل أرجاء ذار المخزن عن الخزائن التي يمكن أن يكون مولاي عبد العزيز قد تركها لكنه لم يجد شيئا فاستدعى الأعيان بما فيهم من ليسوا معه وقال لهم إني فرح ومسرور بمبايعتكم واستقبالكم الحار لي في يناير وإني مستعد لأن أتدارس معكم كل الإصلاحات الفعالة والجادة ومن أجل خلق وضعية أحسن من تلك التي تركها مولاي عبد العزيز سامحه الله لكن اعلموا أن الشروط التي وضعتموها غير مقبولة فأنتم مبالغون كثيرا فحقدكم المشروع يغطي عنكم الحقيقة ففيما يتعلق بالأوروبيين فإنه من المستحيل أن نجبرهم على الحياة في الملاحات ثم إن القوة لا تلفع معهم لكن وفي القبائل من السهل منعهم من الدخول إلى فاس ومراكش أما بالنسبة للشرطين الآخرين فإن أحدهما متعلق بالآخر فمن أجل القيام بالحرب لا بد من المال بل وكثيرا من المال وقد وجدت الخزينة فارغة من جهة وأموالها مبدرة بشكل غير مسؤول ثم إنكم تريدون من جهة أخرى أن ألغي كل الضرائب ولا أقوم بأي اقتراض ولهذا يصعب علي القيام بواجبي المقدس والذي من أجله بايعتموني وهكذا سأعمل في المقابل على الرفع من دفع كل المستحقات والضرائب لتمتلئ الخزينة إذا أرضى ذلك الله وأقدم لكم الأمناء المكلفين بتنفيذ هذه المهمة فنظر الأعيان بعضهم إلى بعض مندهشين لكن لم يقولوا أي شيء وبعد ذلك وصل بوشك البغداد من الرباط لينظم إلى مولاي عبد الحفيد وكان في استقباله أخوه سعيد فسر السلطان لانضمام هذا المحارب القوي وعين السعيد قائدا على أولاد جامع لكن القائد القديم ويلد محمد الشرقي المخبر بالقرار الجديد جاء إلى القصر ليهدي إلى السلطان خمسون ألف دور أي مئتين وخمسون ألف فرنس من أجل الإبقاء عليه في منصبه فاعتقل مولاي عبد الحفيد الأخوان بوشتا وسعيد البغدادي وصادر كل ممتلكاتهما وشرع أهل فياس ينتقدون بقوة قرارات سيدهم أي سلطانهم الجديد ورغم كل هذا فإن مولاي عبد العزيز لم يعترف بالهزيمة رغم كثرة انسحابات الجنود إلى الجهة الأخرى ظنين أنهم سيتقاضون رواتب أحسن واستشار في هذا الشأن كل الناس الذين لا يعرفون إلا مجاراته وكان بالرباط السيد جيلار ورونو لكن لم يستطيع قول كبير شيء لأن الكل كان محتارا مترددا وقال له بعض العلماء أن بقاءه بالرباط مكتوف الأيدي لا يزيد إلا تأزيم وضعيته أكثر فلابد أن يبحث عن حل سواء بالاتجاه نحو فاس أو مراكش فاستشار سيد محمد بن داود ابن أبي الجعد الذي أجابه بأن عليه الذهاب إلى مراكش مرورا بالشاوية وبني مسكين وبعد ذلك سيصل إلى بلاد سراغن الذين ظلوا أوفياء له ومن هنا لن يبقى عليه سوى مد اليد للمتوقي الذي يتحكم جيدا في ضواحي مراكش والذي هزم قبل مدة قريبة القائد الحفيظي العيادي عبد الرحمن وذهب فعلا مولاي عبد العزيز إلى مراكش بعد أن ترك نساءه وعياله بدار المخزن بالرباط وفي حالة الهزامه سيطلب من الفرنسيين الرجوع إلى الشاوية عبر المنطقة التي يحتلونها أما في حالة الانتصار رفقة قبائل الجنوب فسينطلق نحو فاس ومن باب الاحتياط أخذ أخاه مولاي محمد إلى الدار البيضاء حيث ظل تحت حراسة الفرنسيين مخافة أن يعقبه زعير إلى الرباط ويبايعونه فعادت الحملة لمغادرة الرباط يوم الثاني عشر يوليوز الف تسعمائة وثمانية وكانت تتضمن عددا من الأوروبيين من البعثات العسكرية المقدم فاريو والقبطان روندوني والطبيب النقيب فوغنييل والملازم ماري شال الذي اغتيل فيما بعد بفاس والطبيب الإنجليزي فيردون طبيب السلطان والمدرب العسكري الإنجليزي بولدينغ الذي نودي عليه لخدمة المخزن سنة 1903 ومقلا الذي كان في هذه الأتناء ببلاده إنجلترا وقد كانت هذه الحملة المكونة من بعض أهل الغرب وخاصة من أهل الحوز قد عززت بحوالي ثلاثة آلاف فارس من الشاوية بمختلف أفخادها الزيادة والمداكرة وأولاد بوزيري وأولاد حريز وأولاد زيان بقيادة وزير الحرب ابن عبد الواحد وقد توالى على هذه الوزارة القباص الذي جاء من طنجة لتنظيم حملة ضد الريسوني وعين ممثلا للسلطان بطلجة فناب عنه ابنه الذي كان خليفته خلال شهر ثم عوض السي عثمان الجراري الذي ذهب خلال الأيام الأولى من يونيو 1908 إلى وجدة بصفة منذوب السلطان لدى الحكومة الفرنسية وعوض هو بذوره بعبد الواحد وكان الوزير الأول هو سيد عبد الكريم بن سليمان الذي كان موجودا بالمحلة أيضا أما الصف الضو الغرنيت فقد قال بأنه هارم لا يقوى على التحرك وكأن الشيخ قد تنبأ بالهزيمة وكان قائد المشور هو السيدريس بن يعيش الذي مارض بالرباط وسيموت بعد مدة من ذلك وكان خليفته بوشت بن الفيلالي لا يحظى بمكانة محترمة في المخزن فعين بالنيابة عنه ولمدة مؤقتة مخاريا يسمى سعيد بل مرابط وكان هناك أيضا في المحلة مولاي عبد العزيز مع بعض النساء والجواري والعبيد في حدود الاثنى عشر وترك الآخرين في منازله بالرباط ومكناس ولم يكن هناك أي شعور بالثقة يسود هذه الحملة فكان كل واحد يحس دون أن يصرح بذلك أن حكومة مولاي عبد العزيز آيلة للهزيمة والفشل وأن أغلب الجنود كانوا مستعدين لتغيير رأيهم والرجوع دون محاربة فأخذت عدة احتياطات قبل الانطلاق حيث وجهت حركة آسفي بقيادة مولاي الزين والسي محمد بن عيسى لاحتلال الميناء وقيادة العمليات من تمه بمساعدة القوات الجهويين نحو المتوقي الموالي لمولاي عبد العزيز والمعارض القوي للجلاوي وكما وجه إلى الصويرة الأفراد الذين يميلون نحو مولاي عبد الحفيظ بقيادة العزيزي الحاج عمر التازي الذي كانت مهمته السرية مراقبة تحركات القائد آنفلوس وسيرا على نهج أجداده وخوفا من أن يغتال فقد أبعد السلطان عنه كل المشكوك فيهم من أجل ضمان الأمان والإطمئنان في هذه الحملة ويحاول الاستلاء على المرسى ما دام النفاس قد ضاعت منه وقد أخبر مولاي عبد الحفيظ بالهجوم الذي يعده مولاي عبد العزيز ضده وأعتقد أنه كان ينقصه المال لأنه أخرج الفراق ولا يستطيع الانطلاق إلا في ثلاثين يوليوز فبعث محلة بقيادة سلمدني والسعيس بن عمر مع الوحدات وخمس مدافع كان عليها الوصول إلى مراكش مرورا ببلاد زيان وقد تحركت في هذه الفترة أيضا قبائل الشرق بقوة بإعاز من الروق بوحمار الذي وجد الوقت مناسبا ليلعب دورا هاما فاتجه نحو تازة حيث حرد غياثة والحيائنة في الثالث والعشرين من يونيو وبدأ في قتل قوادهم وانطلقت إذن حملة مولاي عبد العزيز في الثاني عشر يوليوز وكانت أول محطاتها تمارة وتوجهت بعد ذلك نحو زمور وبني خيران ثم صخرة الدجاجة ثم دار ولد الشافعي قرب واد أم الربيع حيث مكتنا خمسة عشر يوما ومن هنا انطلق القائد الأطماعي في مهمة مع بعض الجنود نحو الرحامنة لكنه لم يغب سوى يومين حيث استقبل بحفاوة من أهالي المنطقة وهجم بعنف بعد ساعات من ذلك ورجع مع كل رجاله مهزوما بعد فقد جوادين وأخيرا عبرنا الواد عبر مشرع بن خلو نحو أولاد الشرقي حيث وصلنا إلى دار سعلال الشرقاوي في التاسع من غشت ثم إلى قلعة أسراغنة في العاشر من غشت التي رأينا فيها وصول ابن إدريس بن يعيش سمحمد الحسن الحاجب الحالي من الرباط يحمل إلى السلطان نبأ وفاة أبيه إدريس بن يعيش فبقينا خمسة أيام بقلعة أسراغنة في قلق وبدأ أفراد المحلة يفقدون الثقة وتعددت وجهات النظر فبعضهم يريد الرجوع إلى الرباط والبعض الآخر يريد الذهاب مباشرة إلى مراكش ورأى الفريق الثالث بوجوب الذهاب إلى دمنات وانطلقنا في الأخير لنتوقف بواد تاساوت وقمنا من هذا المعسكر بصوقة ضد الضار والجاكير حيث توجد أفواج حفيظية في واجهة حراسة أمامية بقيادة عمر السكتاني وكانت مهمتها ناجحة حيث اعتقلت عدة أسرى ونهبت الدار وهرب السكتاني إلى الجبل ورجعت الصوقة إلى واد تاساوت مزهوة بهذا الانتصار وبعد أيام من الراحة علمنا أن محلة مهمة بعض الشيء قد تجمعت على قدم الأطلس بقيادة العياد الرحمن فاستدعى مولاي عبد العزيز أسراغن الموالين له ووزع عليهم الأسلحة والمؤن لمواجهة العياد البعيد هنا في عين عجيبة على الضفة اليسرى لواد تاساوت فانطلقنا على الساعة الثانية صباحا ومشينا حتى حدود الساعة السابعة حيث ظهر بعض العياء على المشاة فكان يركب اثنين أو أكثر على فرس أو بغل وقد كان المسير متعبا جدا وغير منظم وانطلاقه تصرف خطأ فقد كان هناك حوالي ثلاثة آلاف فرس لكنها وصلت متعبة جدا حتى إنه كان ينزل من على ظهرها في الساعات وتفرق أفراد المحلة التي كانت تمتد على طول خمس أو ست كيلومترات وكلما اقتربنا من الوصول كلما زاد عدد المتأخرين الذين يستغلون هذه الوضعية للاختفاء وعندما وصل معظم الفوج الأول أمام معسكر العياد الذي تراجع وتركهم يتبعونه متفرقين متعبين بدأت المواجهة ولم تستغرق سوى عشر دقائق حيث كان المحاربون البعيدون من المواجهة وفرسان الشاوية من المذاكر وأولاد بوزيري يحاربون متراجعين إلى الوراء ومحدثين مزيدا من الفوضى والإضطراب فرجعوا شبه غير محاربين تاركين أسلحتهم ومؤونتهم وبغالهم وأمتعتهم لرجال العياد أرحامنة وقلاوة الذين يطاردونهم فاتجهوا نحو معسكرهم القديم وسط نيران الأصحاب والأعداء ولم يعد يفكر كل واحد إلا كيف ينجو بنفسه فقط فبقيت المدافع في ساحة المواجه وأطلقت البغال التي كانت تجرها للفرار بأسرع وقت إنها فعلا هزيمة كبيرة دون حرب تقريبا وقد عمل السكان المجاورون لمعسكرنا أيضا على سكب الماء في السواقي لإعاقة تحركات فرساننا وجنودنا وكان المعسكر قد نهب مما في ذلك صناديق السلطان الخاصة وكان السلطان يتابع هذه الاندحارات والمشاهد بحزن وأسف ولم يعد من الممكن سماع أي نداء لجمع وتقوية المحلة من جديد وسمع الطلاقات رصاص في المعسكر ولا نعرف هل أعداؤنا هم من يقصفوننا من فوق أم أتباعنا لا يهم فالمكان أصبح خطيرا وعساكر العياد سيصلون بين الفينة والأخرى وعلم السلطان مولاي عبدالعزيز ببالغ الحزن أن وزيره في الحرب قد أصيب ورأى أخاه مولاي يوسف أن السلطان الحالي قد أصيب في رجله ففهم أنه فقد المواجهة فحمل نساءه على البغال وتراجع بسرعة نحو الغرب وسط حرصه الخاص فقط وقد دامت المواجهة ضد العياد بين السابع والثامن صباحا وفي وقت الزوال كان معسكر وات الساوت مشطبا تماما وفر أغلب أتباع مولاي عبدالعزيز نحو أم الربيع تاركين القلعة على يسارهم وقد كان الليل كله مناسبا لتشاجر وسراع اللصوص وتقاتلهم إما لأنهم يريدون أن يظهروا أنهم أعداء أو أنهم يريدون اختلاس وسرقة الأسلحة والمؤن والنقود والخيول وكانوا يقابلون بطلقات الرصاص من أفراد الدواوير التي يمرون بها من خلف أسوار المنازل مما يعني بأنه لا يوجد هنا أي مكان للجوء أو الاحتماء وكانوا يلسلون من بين المضايق ليروا نتائج قصفهم ويتركون الجثث إذا ما كانت عارية وعبثا كان القائد يحاول لما هذه المجموعات من اللصوص والنهابين لقد كانت فعلا هزيمة النقراء لرجال حمقى عراء أو نصف عراء وأم كان لسيق الدور بن غرنيت الذي بعثه السيد رونو من الشاوية أن يشفي غليله بهذا النظر وأخيرا وبعد عبور واد أم الربيع حسب استطاعتنا وصلنا إلى مشرع بحسينة ومشرع الخليفة ومشرع الشعير وتوقف أتباع مولاي عبد الحفيظ على المطاردة وتفرق كل أفراد حملتنا غير النظاميين إلى بلدانهم كل حسب وجهته أما النظاميون فعبروا بلاد من مسكين ووصلوا إلى السطات وكان السلطان معنا عبر أولاد سي بن داود وفي الطريق كان المبعوثون العسكريون الفرنسيون قد تعرضوا لمحاولات اغتيال كثيرة لأسباب مختلفة لكن أفهم هؤلاء المهتاجين الإنفعاليين ما هي العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن مثل هذا الاغتيال وأبرق المقدم فارسيو إلى العقيد الكولونيل بغيلا فوصلت حملة فرنسية أمام فوجنا المهزوم وقد كان وصول هؤلاء الجنود قد أنقذ حياة العديد منا وأصبحنا نحس بالأمان انطلاقا من سطات ومعلوم أن كل الوحدات التي تدخل إلى منطقة نفوذ الفرنسيين تجرد من السلاح بأمر من الجنرال داماد ووصلنا إلى الدار البيضاء مرورا ببرشيد ومديونة وعلى طول طريق كان حراس المراكز الفرنسية يخرجون لإهداء الأسلحة للسلطان المسكين وانعقد بالدار البيضاء مؤتمر جمع وزير فرنسا رونو والجنرالين داماد واليوطي للبث في مصير مولاي عبد العزيز وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في الظروف الحالية وقد كان بعض الجياع يقصدون الفرنسيين في مناطق نفوذهم الذين لا يبخلون عليهم بشيء ولم يفقد عبد العزيز الشجاعة حيث استمر في البحث عن أتباع جذب قبل أن يذهب إلى طنجة مقابل راتب شهري ثلاثة آلاف فرنك بعد أن تخلى عن جميع حقوق العرش ووصل إلى طنجة في 24 نوانبر حيث انضم أغلب جنوده القدامى إلى مولاي عبد الحفيد وبقيت البعثة العسكرية الفرنسية بدار البيضاء إلى إشعار آخر لكن كل ما قلته لك منذ وصلنا إلى سطات لا شك أنه موضح أحسن في كتبك وبمجرد انتشار خبر هذه الهزيمة الكاملة والنهائية في أرجاء البلاد تقوت منزلة مولاي عبد الحفيد بعد أن كانت مضطاربة بعض الشيء فأطلقت المدافع طلقاتها بفاس وزينت الأسواق بقطع قماش من الحرير ودامت الاحتفالات سبعة أيام وبايعت مدن جديدة مولاي عبد الحفيد وحيث انضم إلى السلطان خلال شهري غشت وشتنبر مدن الرباط وسلا والعرائش والجديد وأزمور ووجدة وآسفي والصويرة التي قتل بها الحفيديون القائد آنفلوس في فاتح شتنبر ولا زال بعض أتباع مولاي عبد العزيز هنا وهنا ظلوا أوفياء له مثل أصيلة التي صمدت بشجاعة وبقيادة رجل حرب قوي يدعى بعودة أمام هجومات أرميكي باشا القصر الموالي لمولاي عبد الحفيد واستراغنة والمتوقي الذي واصل تقدمه نحو مراكوش التي حاصرها بعد أن هزم أفواج ستهام القلاوي بفروكة لكن ما لبث أن وصل السلمدن القلاوي والسعيث بن عمر من فاس مع وحداتهما صاحبين معهما مولاي الكبير أخ السلطان الذي ذهب إلى فاس بعد مبايعة مولاي عبد الحفيد عبر أراضي زيان والأطلس والوصول إلى مراكوش من دمنات وكانت مهمة هذه المحلة تقتضي محاربة المتوقي الذي كان عزيزيا والحاج عمر التيزي بالصويرة المعارضين للسلطان لكن لما وصلت هذه القوات إلى مراكوش فهموا أن أعداء المعارضين أقوى منهم فتداولوا فيما بينهم وقال السعيث من عمر أنا أتساءل لماذا سنحارب ما علينا إلا طلب السلام والتفاهم فيما بيننا حيث سنقسم الجنوب فيما بيننا نحن الثلاثة فلنتصالح ولنذهب إلى فاس وهذا ما تم فعلا حيث كانت هناك مفاوضات بينه وبين التوقي والقلاوي فاتفقوا أخيرا وعم السلام واحترمت وحفظت مصالح كل واحد منهم فوصلوا كلهم إلى فاس عبر الضباط لغرض واحد وكان الوزير الأول الذي عوض ولمدة مؤقتة سعباس الفاسي قد صحب مع عائلة مولاي عبد الحفيظ قسما من أفراد عائلته وخيوله وكلاب صيده ومروض نسور صيده وتيقن كل العزيزيين أنه ليصيبهم بأدى لا في أبدانهم ولا في متاعهم في فبراير 1909 لكن بالوصول إلى الرباط غادر مولاي عبد الكبير المحلة دون استئدان متجها نحو أصدقائه من زمور باحثا على تأليب القبائل ضد مولاي عبد الحفيظ وسأحكي لك عن هذا في فرصة أخرى ووصل مولاي عبد الحفيظ إلى الرباط في آخر أكتوبر 1908 استقر بطنجة وباعته الدار البيضاء في الخامس والعشرين نوانبر وطلب أن يكون أخواه مولاي الزين ومولاي محمد بجانبه لكن هذا الأخير لم يقف مكتوف الأيدي بعد هزيمة مولاي عبد العزيز حيث جاءت عدة رسائل من جهات عديدة من المغرب يقال له فيها تدبر أمورك إذا أردت أن تكون سلطانا فإننا على استعداد لمؤازرتك بل إنه أعد خاتمه السلطاني ومخافة أن يذهب جنوبا عند الرحامنة المستعدين لمؤازرته فإن مولاي عبد الحفيظ وضعه في جانبه حتى تراقب تحركاته وغادر مولاي محمد الدار البيضاء ليصل إلى قصبة أسخيرات حيث استقبله عرب زعير الذي كان في مقدمتهم صديقه الحاج بن عيسى الذي سيذهب معه إلى الجنوب فوصل هؤلاء الرجال إلى تماره حيث كانوا بعض المئات من الفرسان مع القائد السويسي والحاج بن عيسى فاتجه بهدوء نحو الرباط حيث قضى الليل وفي اليوم الموالي انطلق نحو فاس تحت حراسة قوية فسجن المسكين من جديد ووضعت القيود في رجليه حتى نزالت الفرجة آخر مرحلة قبل فاس وقد كان هذا الرجل مشهورا في القبائل التي يخاف السلطان رد فعلها إن هي رأته في هذه الوضعية وعندما وصل إلى فاس وضعه مولاي عبد الحفيظ في قبة والأغلال دائما في رجليه وعرفت البعثات العسكرية الفرنسية بعض التغييرات ويمكن أن يكون ذلك من نتائج أحداث بالعجيبة عود المقدم فاريو بالمقدم مانغاه الذي كان قائد الشرطة الدولية بطنجة كابور البوليس حيث كان مساعد القبطان برونو وأصبح الأطباء هم الأطباء النقباء بيلو إكريستياني وفي شتنبر بعث الملازم سدير إلى طنجة عند السلمهدي المنبهي وزير الحرب السابق الموالي للإنجليز لمراقبة تحركاته وتذكر أنه عندما رجع من الحج مكث في منزله الذي بناه وجمع فيه كل متاعه وأصبح محميا إنجليزيا كما كان بطنجة أيضا وجه معروف مكلان الذي استأنف علاقته مع السلطان منذ وصوله إلى هذه المدينة وبعد مدة من قبول السلطان مولاي عبد الحفيظ شروط مؤتمر الجزيرة الخضراء اعترفت به كل القوات الأوروبية وانطلقت البعثة العسكرية الفرنسية نحو فاس في دجمبر 1908 وأرسل السقة دور بن غرنيط في المقدمة ليهنئ بقدومه إلى فاس وبمجرد وصول الضباط قدموا للسلطان لكن كان استقبالهم بارداً ترجمة نانسي قنقر